حجي عالم فضاء مصري أمريكي يعمل في وكالة نيسة في مجال علم السواريخ هو ابن فنان التشكيل الكبير محمد حجي شغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مصر عام 2013 ولد في العاصمة الليبية ترابلس سنة 75 حصل على الشهادة الابتدائية والتحق والده بالعمل الدبلوماسي بالجامعة العربية أثناء فترة تواجدها بتونس في السماني نيات فبعد أن انتقل الابن مع أبيه إلى تونس وحصل فيها على شهادة المتوسط عاد بعدها إلى القاهرة وحصل من جامعة القاهرة على بكاريوس في علم الفلك ارتحل بعدها إلى باريس طلبا للعلم واستكملا لدراساته فحصل على الماجستير في علم الفضاء سنة 99 ثم تبعها بالدكتوراه من نفس الجامعة سنة 2002 وهي أول دكتوراه مصرية في علم اكتشاف الكواكب وجه عصام حجي عدة رسائل للسياسيين في العالم العربي وهي أن نجاح أي مشروع في العمل السياسي لن يتحقق إلا بوجود مكون تعليمي حقيقي يتضمن هذا مشروع مضيفا أنه لابد من تجنب الهجوم والنقد لأي أفقار بنائة تهدف لصناعة نهضة علمية ونوح حجي لدور التعليم في إزابة المسافات بين طبقات المجتمع داعيا إلى التخلي على النظرة التشاؤمية في مواجهة العقبات أمام أي مشروع تعليمي ينهض بالمجتمع ذكر حجي تجربته أثناء عمله كمستشار علمي الرئاسة الجمهورية وكيف رأى مناخ اليأس الذي يخيم على الأجواء تجاه أي محاولات إصلاحية للعملية التعليمية شدد عصام حجي على ضرورة أن يكون التعليم مشروع الصورة العربي لرفع مستوى المواطن مبينا خطورة الجهل على المجتمعات مضيفا أن طريقة ديمقراطية يبدأ من التعليم قال أيضا أن السياسة ليست فقط صراع كراسي ومناصب ولكنها تخص الحياة العادية للمواطن والإصلاح السياسي يبدأ من إصلاح التعليم بدأ عصام حجي شواره العلمي معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة سنة 97 ثم بحسن بالمركز القامل للبحوث بفرنسا سنة 99 ثم مدرس بجامعة القاهرة 2002 ثم بحس بمركز الفضاء الفرنسي ثم أستاذ مساعد جامعة باريس ثم انتقل للعمل بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة حاليا يعمل الدكتور عصام حجي في معمل محركات الدفع الساروخي بوكالة ناسا الأمريكية في القسم المختص بالتصوير بالرادار والذي يشرف على العديد من المهام العلمية لاكتشاف كواكب المجموعة الشمسية يشرف عصام حجي في الوقت الراهن على مشروع أمر صنوعي يدرس المياه الجوفية وأثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية كما يعمل في فريق بحس علماء ضمن المشروع الذي تتعاون في ناسا مع إيسا لدراسة المزنبات كذلك يشارك فيه أبحاث استكشاف الماء في المريخ وتدريب رواد الفضاء وتصميم مركبات الفضاء المتجهة إلى أجزاء مختلفة من المجموعة الشمسية يشتغل عصام حجي أيضا منصب أستاذ العلوم للفضاء بجامعة باريس بفرنسا وأيضا عضو زائر بهيئة التدريس بجامعة كالتك بولايك كاليفورنيا وهي نفس الجامعة التي يدرس فيها الدكتور أحمد زوين وهي أعلى الجامعات الأمريكية في مجال العلوم يعد عصام حجي رمز للعديد من الشباب في مصر عرف بمواقفه بمطالبات إصلاح التعليم الجامعي والقضاء على الفساد المتفشي في المنظومة التعليمية وقد صنفته الجامعة العربية ومجلة التايمس سينتر سبيرك الأمريكية كواحد من أهم أشخصيات الفكرية في مصر العالم العربي وهو في التاسعة والعشرين فقط من عمره حصل عصام حجي على عديد من الجوائز العلمية تقديرا لدوره في اكتشاف المياه على كوكب المريخ وما يعني ذلك لفهم تطور المياه على كوكب الأرض خاصة تطوير اكتشاف المياه في المناطق الصحراوية وفي عام 2006 منحته فرنسا جنسيتها كعالم متميز يقيم حاليا عصام حجي بمدينة لوس أنجلوس بوكالة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية من أشهر أقوال الدكتور عصام حجي فيروس كورونا والكوارث الطبيعية التي نمر بها لم تكون نهاية العالم بل يجب أن تكون نهاية الاستهزاء بالعلم والمعرفة في عالمنا العربي وبدأ صفحة جديدة نحاول فيها الإنفاق على الأسلحة ونحولها إلى الإنفاق على المعرفة بدلا منها فلا نصرة للجهل في معركة كذلك قال الدكتور عصام حجي أن تربية الولد أشق وتربية البنت أضاق علموا البنات ألا تكون مثل روما كل الطرق تؤدي إليها ولكن تكون مثل مكة حيث لا يستطيع الوصول إليها إلا من استطاع إليها سبيلا من مصر أم الدنيا تحية من القلب للعالم الدكتور عصام حجي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر